اشتركوا في القناة واجتماع جلالته مع اخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية منوها المجلس بنتائج الاجتماع على صعيد دعم العلاقات الثنائية التي باتت نموذجا متقدما للترابط الاخوي بالاضافة الى تعزيز التنسيق المشترك تجاه القضايا والمستجدات الدولية بعد ذلك اكد المجلس ان المبادرات السامية لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه تدعم كل جهد دولي يقود لارساء قواعد الامن والتعايش السلمي لافتن الى ان مملكة البحرين مستمرة في دعمها الثابت للجهود الدولية من اجل تعزيز الامن والسلام وذلك في معرض تنويه المجلس باليوم الدولي للسلام بعدها اكد المجلس الاستمرار في تعزيز الاجراءات وتقوية البيئة القانونية والتشريعية بما يعزز القدرة على مكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب وذلك في ضوء ترحيب المجلس بحصول مملكة البحرين على المرتبة الاولى عربيا من حيث الاقل خطورة ازاء جريمة غسل الاموال وتمويل الارهاب وفق مؤشر بازل لمكافحة غسل الاموال ترجمة نانسي قنقر ثم استعرض المجلس ملخصا حول اداء عدد من المؤشرات الاقتصادية التي تتابعها وزارة المالية والاقتصاد الوطني بشكل دوري والتي تعكس استمرار وطيرة التعافي الاقتصادي وذلك كالآتي سجلت عدد من المؤشرات الاقتصادية خلال عام 2021 اداء يوازي المستويات المسجلة في عام 2019 قبل الجائحة في القطاع العقري ارتفع عدد رخص البناء الصادر في الاشهر الثمانية الاولى من عام 2021 بنسبة ثمانية عشر في المائة عن ذات الفترة في عام 2019 وتجاوز عددها في شهر اغسطس الماضي المستويات المسجلة في شهر اغسطس 2019 بنسبة اربعة وستين واربعة اعشار في المائة تجاوزت مستويات المبيعات عند نقاط البيع لبطاقات الصراف الآلية الصادرة بمملكة البحرين خلال شهر اغسطس الماضي بنسبة خمسة وخمسين في المائة مقارنة بذات الفترة في عام 2019 ارتفعت قيمة الصادرات الدولية وطنية المنشأ بنسبة مائة وثلاثة في المائة خلال شهر اغسطس عام 2021 مقارنة بشهر اغسطس عام 2019 بينما نمت الواردات الدولية خلال ذات الفترة بنسبة 16% استمرت عدد من المؤشرات بالتعافي في قطاع السياحة منها نسبة اشغال الفنادق وعدد زوار المجمعات التجارية حقق البرنامج الوطني للتوظيف في نسخته الثانية 70% من اهدافه على صعيد التوظيف والتدريب حيث نجح في توظيف اكثر من 17 الف بحريني وتدريب اكثر من سبعة الاف بحريني ثم نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول اعماله وقرر ما يلي اولا الموافقة على المذكرات التالية مذكرة مجلس الخدمة المدنية بشأن مواصلة اعادة هيكلة عدد من الجهات الحكومية بهدف زيادة الكفاءة وتحسين الاداء مذكرة اللجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن ثلاثة مشاريع مراسي بقوانين تأتي ضمن تطوير حزمة من التشريعات لمواكبة متطلبات التنمية لصالح المواطنين مذكرة اللجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشريعية بتصديق على اتفاقية التعاون الجمركي العربي والتي تهدف الى تعزيز التعاون المشترك بين الادارات الجمركية العربية وتفعيل التنسيق في المجالات الاقتصادية والتجارية مذكرة اللجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشريعية بخصوص مشروع قانون بالموافقة على نظام قانون بتعديل بعض احكام نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مذكرة اللجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع قرار بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية مذكرة سعادة وزير الخارجية بشأن التقرير الدوري الثالث لمملكة البحرين حول التقدم المحرز لاتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة المزمع تقديمه الى اللجنة المعنية بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان ويستعرض التقرير اهتمام مملكة البحرين بذوي الاعاقة وتهياءة البيئة التشريعية والقانونية التي تكفل رعايتهم وتأهيلهم بعدها اخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزرية لاصحاب سعادة الوزراء بنتائج الاجتماع الخامس للجنة وزراء التربية والتعليم الخليجيين والاجتماع الحادي والعشرين لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذين عقد برئاسة مملكة البحرين وبنتائج الاجتماع الحادي والثلاثين للجنة التعاون الزراعي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية